سيزور رئيس الوزراء الياباني شنزو أبي بيرل هاربر يوم الثلاثاء المقبل وسيلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاعدة البحرية الأمريكية في هاواي سيكون أبي أول زعيم ياباني يزور بيرل هاربر وذلك منذ عام 1951 عندما سجل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شيجير يوشيد وقفة قصيرة هناك وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن أبي لم يعتذر عن الهجوم على القاعدة الذي حدث في السابع من ديسمبر عام 1941 والذي خلف أكثر من ألفي عسكري من ضحايا الحادث كما أن اليابان وجهت وقتها ضربة قوية على الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ وذلك ما ورط الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية ما شر هذا ووصف الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روسفيلد ذلك بالتاريخ الذي سيظل عارا إلى الأبد